خليني أبدأ معك بسؤالي في العموم لما نجي نتكلم عن الموسم الماضي للنادي الأهلي موسم الماضي للنادي الأهلي سواء نتكلم عن كرة القدم الفريع الأول أو حتى ألعاب الصلاة والألعاب الأخرى هتلاقي فيه يعني موسم فعلا استثنائي فأنت بتتكلم أن أنت داخل على موسم جديد لازم طبعا استعدادات معينة لازم بيبقى فيه كمان كواليس معينة علشان أقدر أن أنا أقدم موسم يا على نفس المستوى يا موسم كمان أفضل خلينا نبدأ من النقطة دي أكيد طبعا يعني الاحتفالية اللي كانت لكل الألعاب في النادي الأهلي كان الإسم بتاعها أهل استثنائي فهو بالفعل أهل استثنائي ليه أهل استثنائي؟ لأن طبعا في كرة القدم النادي الأهلي محقق خمس بطولات في الألعاب الجماعية النادي الأهلي محقق 23 بطولة فده رقم كبير جدا في الألعاب الجماعية أن النادي الأهلي يحقق كل البطولات ده بالنسبة للألعاب الجماعية احنا لو رحنا للألعاب الفردية فالنادي الأهلي محقق كل المراكز وكل البطولات في الألعاب الفردية فموسم فعلا استثنائي موسم قدر النادي الأهلي ينجح فيه بشكل كبير جدا وعلى فكرة عايز أقولك على حاجة مهمة أنا هوند إن ده هيخلي فيه عبء كبير جدا في الموسم الجديد على كل لعيبة النادي الأهلي لأن طبعا جماير النادي الأهلي ما بترضاش إلا بالبطولات يمكن إحنا الموسم اللي فات لما النادي الأهلي كسب 23 بطولة وخسر كم بطولة هو النادي الأهلي كان زعلان على الكام بطولة اللي خسرهم ما كانش فرحان بال23 بطولة فأكيد الموسم الجديد إن شاء الله بإذن الله هنتكلم فيه هيبقى موسم بإذن الله استثنائي وهنتكلم ليه استثنائي بإذن الله